وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير كافة احتياجات مشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي وخلال اجتماعه بالمسؤولين المعنيين بالمشروع تابع رئيس السيسي نسبة تنفيذ المشروع الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائد للخارج اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المتحدث رسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نسبة تنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتة الجديدة الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائد للخارج كما طلع السيد الرئيس في هذا الصدد على مستجدات العمل في مختلف المشروعات الفرعية ذات الصلة وعلى رأسها مشروع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم ومشروع ألمينيا وبني سويف لاستصلاح الأراضي ومشروع سنابل سونو بوسوان ومشروع منطقة الدخلة بجنوب مصر والمنطقة الصناعية واللوجستية بنحور الضبع بالدلتة الجديدة وناقش الاجتماع كذلك أليات دعم تلك المشروعات وعلى رأسها جهود توفير المياه للري وإنشاء الصوامع لتخزين الغلال والحبوب كما تم عرض الجهود المبذولة لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي وتطوير أنظمة الرئي والميكانة الزراعية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بتوفير كافة احتياجات المشروع في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصبا أساسيا للاقتصاد المصري وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري وزيادة الصادرات الزراعية بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي